تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا حيث ابن مريع البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اختذل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اختذلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا ضيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عينه إلا بمعاشا وتع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظه ما وهو العلي العظيم لا إبراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يفر بالضاوط ويؤمن بالله فقد استمسف بالعروة الوصفى لن في طام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين بفروا أولياؤهم الضاوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميث قال أنا أحيي وأمير قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبعد الذي كفر الله لا يأتي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قابية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال فلبثت مئة عام فانظر إلى صعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى أحمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نفتوها لعما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فإذ قال إبراهيم ربئ لي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليضمعن قلبي قال فخذ أربعة من الصير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون عمالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون عمالهم في سبيل الله ثم لا يصبرون ما أنفقوا منهم ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا قوض عليهم ولا هم يحذرون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذن الله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صبقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفان عليه طراب فأصابه وابل فتركوا صلدا لا يصبرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون عمالهم ابتغاء مرضات الله وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا الله بما تعملون فطير أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نقيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذزية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترفت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبا بما كتبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآقبه إلا أن تؤمدوا فيه واعلموا أن الله غني حمير الشيطان يعيدكم الفقى ويأمركم بالفحشا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يستي الحكمة من يشاء ومن يستي حكمة فقط أوتي خيرا كثيرا وما ينذكر إلا أولو الألباب وما أنفقكم من نفقة أو نذركم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تقفوها وتقفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قبير ليس عليك هدىهم ولكن الله يأتي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا اغتقاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفأ إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أعشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعالكم بثيماء لا يستلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليهم الذين ينفقون عمالهم بالليل والنهار سرهم على نية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخفضه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظكم من ربه فمن جاءه موعظكم من ربه فانتعف له ما تلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أسحاب النارهم فيها خالدون يبحق الله الربا ويرجي الصدقات والله لا يحف كل كفاء أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحة بواقعهم الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مفهين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفء ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعبل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يكتب منه شيئا فإن كان الذي عليه العقل سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليم للوليه في العزل واستشفلوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فلص رجل ومرأتان من من ترضون من الشهداء من الشهداء أن تضل إحداؤما فتذكر إحداؤما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا ما تعوه ولا تتأبوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلك محصة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناحا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعكم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه يكتب بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلها مقبوضا فإن أمن بعضهم بعضا فليؤثر الذي اتمنى أمانته وليتق الله ربا ولا تبتموا الشهالة ومن يبتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبطوا ما فيه ينفسكم أو تقفوه يحاسبكم بإلاه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنذن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأضرعنا أخرانة ربنا وإليك المصير لا يفلف الله نفتا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نتينا أو أخرأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانفرنا على القوم الكافرين ألف لا أميم الله لا إله إلا هو الحي الخيوم نزل عليك الكتاب بالعطي مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورات والإنجيل من قبله ذل للناس وأنزل الغربان إلا الذين فقروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز تنفقا إن الله لا يقضى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحال كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مصدقات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فضاء الفتنة والفضاء تأميله وما يعلم تأميله إلا الله والراسقون في العلم يقولون أعملنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تبق قلوبنا بعد إذ أديتنا ظهر لنا من لذنك رحمة إنك أنت الغحار ربنا إنك جامعنا في اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين ففروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أبحاب النال وأولئك هم مقوب النال كذب آلك العون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فآخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين ففروا ستغلبون وتفشرون إلى جهنم وبهس المهاد قد كان لكم آية في فئتين سقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العليم والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعيرة لبولي الأفطار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والخناطي للمقنفرة من الذهب والفضة والخير المصومة والعنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا فالله عنده حسن المآب قل أأنفلكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها نار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آغنا خفلنا جنوبنا وقنا عذاب النار الخالدين والصالحين والقالدين والمنفطين والمستفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالخص لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوذوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم ومن يفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوا قرقوا أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوذوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أتلموا فقد اتروا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله مصير بالعباد إن الذين يفرون بآيات الله ويطلون النبيين بغير حق ويطلون الذين يعمرون بالقص من الناس فوجرهم بعذاب الأليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة فما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوذوا نصيبا من الكتاب يدعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى طريقهم منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يكبرون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نصر ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تفدي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المفين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم سقان ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل انتقوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توزلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويخفر لكم جنوبكم الله الرسول الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولهوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله أكفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضهم الله سميعا عليم إذ قالت امرأة عمان ربي إني نذرت لفما في بطني حررا فتقبل مني إن فأنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت فليس الذكر كأنسا وإني سميتها مريم وإني معيزها بك وزفيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن عنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها لصع قال يا مريم أنالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرضو من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا أبه قال رب هب لي من لذنك ذرية طيبة إنك سميعا دعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله مشرف بيحيا بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين قال رب أنه يكونني قال رب أنه يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتكا لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا ما تبكح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اتطاك والأسهر والصفاك على نساء العالمين يا مريم اغنطي لربك واسيدي وارتعي مع الرافعين ذلك من أنباء الغيب ومحيه إليه وما قلت لديه إذ يلقون أخلافهم أيهم يكتل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح عيسى بن مريم وزيعا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المعد وكالهم من الصالحين قالت رب أنه يكونني ولد ولم ينسسني بشر قالت ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قرأ أمرا فإنما يقول له ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الصين كهية بالطير فعنفقوا فيه فيكون خيرا بإذن الله وأبرئ الأبناء والأبرى صورة الموتى بإذن الله وأنفعكم بما تأكلون وما تتطرون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من الثورات ومصدقا لما بين يديه من الثورات وليوحل لكم بعض الذي حرم عليكم مجلسكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فهدوه هذا فراث مستقيم فلما أحس إيثا منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحباري لنحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فقلنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرزعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الوالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون ألحظت من ربك فلا تكن من المنترين فمن حجف فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنسسنا وأنسسكم ثم نبتل ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن عالا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم فإن تولوه فإن الله عليم بالمفتدين قل يا أهل الكتاب تعالوا للا كلمة تغاء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نحرك به شيئا ما لا يتقذ بعضنا بعضا أرغابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون فيه بعليم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها أولئي حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يوديا ولا نطانيا ولكن كان حنيفا مصرما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هو آل النبي والذين آمنوا والله ولي المبينين ودى الطرائفة من آل الكتاب لو يظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تبقرون بآيات تريد أنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبطون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من آل الكتاب آمنوا بالذين ينزل على الذين آغنوا وجه النار واستروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واكع عليم يصص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بظنقاري يؤتيه إليه ومنهم من إن تأمنوا بدينا لله يؤتيه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمنيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوصى بعهده والثقاف إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا أولئك لا قلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريغا يلبون عن سنتهم بالكتاب لتأسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يغطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتقذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مصلمون وإذا قد الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم مصدق وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم مصدق لما مع ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقرركم وأقذتم على ذلك مصدق قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون أفغير دين الله يرون وله أسلم من في السماوات والأرض صورا وقرأا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباق وما أوتي موسى وإيسا والنبيون من ربهم لا مفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاترين كيف يعد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقهم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالبين فيها لا يقصف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزادوا كفرا لم تقبل ثوبتهم وأولئك هم مصوالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبهم ولا بالتذاب أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين